سباً الخير أعزائي تلاميذ للصفة الخامس الابتدائي ومحباً بكم في يوم جديد من أيام الدراسة على المنصة الإلكترونية دمودو هذا اليوم إن شاء الله سنقوم بمراجعة موضوع من موضوعات القراءة وهو قصيدة المدرسة للشعر أحمد شوقي وهناك أيضاً بعض الأسئلة أو التدريبات الإثرائية وقبل أن أبدأ الدرس مهم جداً أن أنبهكم إلى أن هذه التدريبات الإثرائية مهمة لكم إن شاء الله على المستقبل أتمنى أن تنتبهوا عليها وأن تنظروا لها بعين الدقة والاهتمام يعني لا تدرسونها هكذا كأنها مثل تمارين الكتاب وإنما هذه التدريبات إن شاء الله سيكون لها حضور في الأيام القادمة إذا عدنا إلى الدوام الميداني إن شاء الله القصيدة هي كما قلنا لشاعر أحمد شوقي وأحمد شوقي كلكم يعني تتذكرون تحدثنا عنه لما كنا ندرس بالدراسة الميدانية وهذه بطاقة تعريفية صغيرة عن هذا الشاعر الكبير هو أحد شعراء العربية الكبار توفي في القرن العشرين القرن الماضي اسمه أحمد شوقي ولد في القاهرة في السادس عشر من أكتوبر يعني شهر العاشر من سنة الف وثمانمائة وثمانية وستين وتوفي في الرابع عشر من أكتوبر سنة الف وتسعمائة واثنين وثلاثين وهو كاتب وشاعر مصري يعد من أعظم شعراء العربية في العصور الحديثة وأيضا يلقى بأمير الشعراء هذه القصيدة التي سنأخذها اليوم عنوانها المدرسة أقرأ هذه القصيدة كلها كما تتذكرون أخذناها للحفظ وقرأناها الآن نقرأها لنعيد تحفيز ذاكرتنا من جديد يقول الشاعر أنا المدرسة جعلني كأم لا تمل مني ولا بد ذك اليوم وإلا فغدا مني أنا المصباح للفكري أنا المفتاح للذهني أنا الباب إلى المجد تعال ادخل على اليومني غدا ترتع في حوشي ولا تشبع من صحني وألقاك بإخوان يدانونك في السني وأباء أحبوك وما أنت لهم بابني وتتذكرون أننا تحدثنا عن هذه القصيدة وبيناها ولا بس من إعادة البيان من جديد لكي نتذكر يقول أنا المدرسة جعلني كأم لا تمل مني هنا الشاعر يتحدث بلسان المدرسة وكأنما المدرسة تقول للقادمين إليها الوافدين إليها للتلاميذ تقول لكل واحد منهم جعلني كأم لك لا تمل مني يعني لا يداخلك الملل والضجر من الذهاب والعودة يوميا الدوام صباحا مثلا أو الدوام مساءا وهكذا ممكن أنه الاعتياد على حالة واحدة يعني هذه حالة إنسانية الإنسان إذا اعتاد على نظام معين يبدأ يشعر بالملل كأنما المدرسة تقول له يعني لا يداخلك الملل لابد لك اليوم يعني لابد أن تجعلني إليك اليوم أم وإلا فغدا مني يعني أنت شئت أو أبيت فالغد سيكون مني أي المستقبل سيكون مني فبالتالي لابد لك أن تأتي إلي وتدخل إلى باحتي إلى ساحتي وتبدأ بالدراسة والمعرفة لماذا؟ لأنه المستقبل من أين يخرج؟ يخرج من المدرسة أيضا تستمر تقول له أنا المصباح للفكري يعني في كأنما تصور لنا أو يصور لنا الشاعر أنه الدنيا مثل حالة الظلام أو الفكر عموما يعني كشيء مظلم ولكنه المدرسة هي كالمصباح يستعمله الفكر للسير في هذا العالم بالنتيجة لما يكون عندك مصباح مثلا في الليل أنت لا تتعثر لا تقع في حفرة ولا تخرج خارج الطريق الذي يوصلك إلى هدفك هذه نقاط ثلاثة مهمة جدا هذه نقاط الثلاثة تقول لك المدرسة أنا أحققها لك أنا التي أجعلك لا تتعثر في الطريق أنا التي أريك الحفر في الطريق أنا التي أجعلك تسير على جادة الطريق نحو هدفك ولا تذهب يمينا وشمالا فتضيع أيام عمرك هباء بعد أيضا تقول أن المفتاح للذهن المدرسة بما فيها من أساليب تعليم وأساليب تدريس وجروس متعددة وعلوم متعددة هي في الحقيقة تفتح أذهاننا لنتعرف على علوم ومعلومات جديدة وأيضا على مهارات جديدة نطور المهارات التي جئنا بها من بيوتنا مثلا هناك من لديه مهارة في اللعب لديه مهارة في الرسم في الفنون في المسرح في أي شيء أو في القضايا العلمية والاكتشافات يستطيع أن ماذا؟ يستطيع أن ينميها ويطورها في المدرسة أيضا يقول الشاعر على لسان المدرسة أنا الباب إلى المجد تعال دخل على اليوم فمن أراد أن يصل إلى مكانات عالية ومقامات عالية فلابد له ماذا؟ لابد له من دخول باب المدرسة وهي تقول له تعال دخل على اليومني أي على البركة تحدثه وتقول له غدا ترتع في حوشي ولا تشبع من صحني وهنا يعني يشبه الناس ترتع يعني ترتع في يعني يشبه المدرسة كأنما هي مرعى يعني كالمرعى الذي ترتع فيه الأغنام تأكل وتشرب وكذا وتنمو تتطور فالمدرسة أيضا هي بالنسبة للإنسان هي كالمرتع يدخلها لكي يأخذ من علومها و يأكل من طعامها المعرفي وينمو و يحصل على كثير من الأشياء كلمة الحوش كما تتذكرون قدنا النظام المدارس القديم كان هناك يعني الساحة ليست كما هي الآن مثلا خلف الصفوف لا كانت الساحة بين الصفوف وكل الصفوف تطل على هذه الساحة أبواب الصفوف كلها تطل على الساحة فبالنتيجة هذه الساحة التي بين الصفوف تسمى الحوش ولا تشبع من صحني ولا تشبع من صحني نعم يعني هناك مقولة مأثورة تقول من هم لا يشبعون طالب علم وطالب مال والمدرسة فيها العلم فطالب العلم لا يشبع من صحنها أيضا البيت الآخر وألقاك بإخوان يدانونك في السن وهذا واقع أنه دائما أنت تلتقي في المدرسة بأخوة لك بمجموعة من التلاميذ يدانونك في السن هم في سنك يعني كله صف من الصفوف هو يعني فيه مرحلة عمرية من المراحل نبدأ من السن السادسة في الأول الابتدائي وصعودا إلى مثلا سن الثانية عشر أو سالثة عشر بعضهم في الصف السادس الابتدائي وآباء أحبوك وما أنت لهم بابني ويقصد بالآباء هم الذين أحبوكم معلموك الذين يجتهدون على أن يعلموك كل المهارات التي تطور من إمكانيتك ومن معرفتك وهم مثل الآباء الذين هم آباءك أو مثل آبوك الحقيقي الذي هو قائد الأسرة رب الأسرة كما يعمل الليل والنهار لكي يوفر لك لقومة العيش والحياة الرغيرة في المدرسة المعلم أيضا يعمل بجد واجتهاد لكي يعلمك المهارات المعرفية والعلمية ولكي تتطور ويتعامل معك كما يتعامل معك آباك أو أبوك عفوا فبالنتيجة هو مثل الأب لك مربيا ومعلم الآن بعد أن يعني جئنا على الأبيات واحد واحد وتحدثنا عنها أرجع إلى القراءة مرة أخرى وأيضا أتمنى أن تنتبهوا إلى طريقة لفظ المفردات لكي تتعلموها هذه تسمى مهارة القراءة أو التلفظ يقول الشعر أنا المدرسة تجعلني كأم لا تمل مني ولا بد لك اليوم وإلا فغدا مني أنا المسباح للفكر أنا المفتاح للزهن أنا الباب إلى المجد تعال ادخل على اليوم غدا ترتع في حوشي ولا تشبع من صحني وألقاك بإخوان يدانونك في السن وآباء أحبوك وما أنت لهم بابني تلاحظون هذه الأبيات الجميلة للقصيدة الآن ننتقل إلى ساحة الحوار في هذه القصيدة هناك ثلاثة أسئلة في ساحة الحوار سؤال الأول يقول لماذا تحب مدرستك الجواب الذي يعني يحضرنا في هذا المقام نقول لأنها بمقام الأم تربي فينا سلوكنا وتهذب أخلاقنا وتزودنا بالعلم النافع السؤال الثاني تقدم المدرسة إلى ذهن التنميذ غذاء ما هو هذا الغذاء؟ غذاء العلم والمعرفة والتهذيب أيضا الخلق إما بالتربية التعرف على أساليب في المعرفة كل هذه الأشياء المعلومات الجديدة كل هذه الأشياء هي الغذاء الموجود في المدرسة السؤال الثالث والأخير منعنا الشاعر بالبيت الأخير وآباء أحبوك وما أنت لهم بابني أكيد المعني هنا كادر المدرسة التعليمي فكل شخص في هذا الكادر من معلمين ومعلمات وحتى إدارة أيضا هو قائم على تربية التلميذ وتعليمه للمهارات سواء الجسدية أو المهارات الفكرية القضية مفقط يعني مثلا متوقفة على المهارات الجسدية ولا أيضا على المهارات الذهنية وإنما كل الأمرين نجدهم في المدرسة ننتقل إلى الآن إلى التدريبات الإثرائية وهذا هو التدريب الأول التدريب الأول فيه ثلاثة أسئلة أنا قمت بالإجابة على سؤالين الأول والثاني والسؤال الثالث تركته لكم كواجب أو كتدريب بيتي أنتم تقومون بعمل هذا التدريب وترسلونه كي أصححه لكم ومهم جدا كما قلت لكم الاهتمام بهذه الأسئلة الإثرائية السؤال الأول يقول ما تعرف الفاعل إجابة السؤال تقول الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل مثال على ذلك مثلا أقول جاء محمد إلى المدرسة فنجد أن محمد اسم مرفوع تقدمه فعل وهو الفعل جاء ودل على الذي فعل الفعل محمد هو الذي قام بفعل المجيء إلى المدرسة فمحمد هنا إعرابه فاعل مرفوع السؤال الثاني يقول إذا كان الفاعل مؤنثا فكيف تكون سورة الفعل إذا كان ماضيا أو مضارعا هاتي مثالين على ذلك الفاعل إذا كان مؤنثا ستختلف صورته عن ستختلف صورة الفعل معه عفوا عنه عندما يكون الفاعل مذكرا وتلاحظون أنا لما أتيت لكم بمثال على الفاعل المذكر وجدنا بأن الفعل جاء بصورته الاعتيادية أما إذا كان الفاعل مؤنثا راح نلاحظ أن صورة الفعل تختلف في الماضي تزاد على الفعل تاء طويلة تسمى تاء التأنيف الساكنة والمثال على ذلك مثلا المثال الذي ضربته لكم جاء محمد نستطيع نقول جاءت فاطمة لاحظ جاءت فاطمة إلى المدرسة الفعل هنا اختلفت صورة عن الصورة الأولى لما كان مع محمد أضفنا له تاء طويلة ساكنة وهذه التاء هي تسمى تاء التأنيف الساكنة ولا محل لها من الإعراب والمثال أمامكم مثل ذهبت زينب إلى المدرسة أيضا تزاد تاء في أول الفعل إذا كان مضارعا لما يكون في حالة الماضي التاء الطويلة نزيدها أين نزيدها في آخر الفعل لكن عفوا إذا كان الفعل مضارع التاء لا تكون في آخر الفعل وإنما تكون في أول الفعل ومثال على ذلك أقول تقلع الطائرة من المطار تحط الطائرة في المطار تحلق الطائرة في الجو فتلاحظ الآن هذه التاء الموجودة في بداية الفعل المضارع هي دال على أن هذا الفاعل ماذا؟ دال على أن الفاعل مؤنث لأنه لو كان مذكرا لا استبدلنا التاء باليا مثلا أو بالعمزة واضح كما قلت لكم التمرين الثالث اللي هو يقول أدخل الأسماء الآتية في جملة مفيدة أيضا لا بد أن تكون هذه الأسماء لما تدخلها في جملة مفيدة تضبطها بالشكل وعلى أن تكون هذه الأسماء موقعها العرابي فاعلا يعني تضحها في جملة تكون فيها فاعلا وتضبط الجملة بالشكل هذه الأسماء هي الطائرة البحر الأزهار الشاعر الرسام هذه خمس مفردات حاولوا يعني تلاحظوا يعني هنا الفاعل الطائرة لا تأتوا بنفس المثال الذي ذكرناه في السؤال الثاني حاولوا أن تأتوا بمثال آخر جديد لأن هناك أمثلة كثيرة ممكن أن تكون فيها كلمة الطائرة فاعلا الآن نلتقل إلى التدريب الإثراء الثاني يسأل يقول معاني المفردات الآتية الوالدة في محفوظة مدرستي هذه المفردات هي مثل حوش المدرسة لا تمل مني تعال ادخل على اليمن ويدانوك أو يدانونك عفوا الإجابة حوش المدرسة كما ذكرنا أي باحتها ويهي الساحة التي تحيط بها الصفوف لا تمل مني أي لا يداخلك الملل مني يعني لا تبدأ يعني أو لا تجعل شعور الملل يتسرب إليك لأنك ستعتاد على المجيء يوميا بنفس الوقت والانصراف بنفس الوقت والمرور بنفس الدروس ومشاهدة المعلمين أنفسهم فهذه الأجوار ربما تشعر الإنسان بالملل تقول لك الملل لا تمل مني لأنه النتيجة التي ستحققها يتوقف عليها مستقبلك الذي أنت تنشده السؤال أو المعنى الثالث اليوم هو البركة والخير المتنامي اليوم هو البركة والبركة والبركة هي الخير المتنامي يعني الخير الذي ينمو يبدأ قليلا ثم يتكافر رابعا يدانونك أي يقاربونك يعني كل واحد سنة أي عمر قريب من عمرك فهذا هو معنى يدانونك هذه هي معاني بعض المفردات التي ربما لا تعرفونها في القصيدة الآن نأتي للتدريب الإثرائي الثالث والأخير وفي هذا التدريب نريد أن نتعلم مهارة كتابة التعبير وفي مهارة كتابة التعبير كما تعلمون هناك مهارات كثيرة ستنكشف منها هل استفدنا من قراءتنا لموضوعات القراءة للتعبيرات التي نسمعها هل استوعبنا الأفكار التي تطرح طريقة شرح الأستاذ هل استوعبناها بعد ذلك أيضا ستظهر مهارتنا في الخط عند كتابة التعبير ومهارتنا في الإملاء ومهارتنا في الإفادة من مواضيع القواعد وصياغة العبارات صياغة صحيحة كل ذلك سيتشفهم وضوع التعبير ولذلك هو موضوع مهم جدا في هذا التدريب الإسرائي يقول اكتب تعبيرا يبين المعاني التي أرادها الشعر في خمسة أسطر أو أكثر مستفيدا من العبارات المذكورة بعد البيتين في قوله أي قول الشعر أنا المصباح للفكري أنا المفتاح للزهني أنا الباب إلى المجدي تعال ادخل على اليمن هذه الآذان للبيتان أريد من كل واحد منكم أن يعني يتعرف على معانيهما شرحنا نحن الأبياء كلها ممكن أن تعودوا مرة أخرى وتسمعون جديد لكي تتعرفوا على معاني الأبياء وبعد ذلك بعد معرفة المعاني تقومون بكتابة تعبير بخمسة أسطر أو أكثر عنها ذي من البيتين هناك بعض العبارات يمكن أن تساعدكم تلاحظونها أمانكم في النقاط الأربع عديم موجودة العبارة الأولى تقول تعد المدرسة بوابة لتعلم العديد من المهارات التي تنير الفكر وتجعل قادرا على تنظيم الأفكار وترتيبها وصياغتها صياغة واضح أيضا العبارة الثانية تقول من المدرسة يستطيع المرء التسلق إلى ذر المجد وبلوغ الدرجات العالية غالبا ما تكون المدرسة بابه الأول نقطة ثالثة إن أساليب التعليم التي يتلقىها تلامين تجعل أذانه متفتحة قادرة على التفاعل والعطاء النافع النجمة الأخيرة أو النقطة الأخيرة تنادين للمدرسة لندخل إلى رياض العلم من بابها والدخول عليها سيكون فيه البركة والخير لأنه دخول لطلب الخير والصلاح هذه العبارات ممكن أن تستفيدوا منها في كتابتكم لهذا التعبير في نهاية الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الإعادة في الشرح والتوضيح للقصيدة أو للمحفوظة أيضا عملنا تنشيط لذاكرتكم أن تحاضين القصيدة أكيد الآن صار تنشيط لهذه الذاكرة لكي تستعيد مرة أخرى مسألة الحفظ بالإضافة إلى التدريبات الإسرائية التي تضمنت موضوعات قواعدية موضوعات لغوية وموضوعا في التعبير وأتمنى أيضا أن تجيبوا على هذه الأسئلة الإسرائية وترسلوا أجواتكم لعلى كلاس دوجو أو الإدمودو كما نحن معتادين وأيضا في النهاية أتمنى لكم وقتا نافعا ومفيدا وألقاكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر